نهاردة حسيت انها لعبة وحوش اللي هو ايه انت هتدفع كويس انا هدفع كويس انت هتشوت من برة انا هتشوت من برة انت هتقفل على هلا انا هتقفل لك على بنزين انت بص يعني هي لعبة وحوش اللي هو مش هتكسامني وانت مش هتكسامني عارف اللي هي مرحلة الوحش حرفيا ده حقيقي هو لقاء بين اقوى فرقتين موجودين في اوروبا دلوقتي والاعظم من حيث الاداء في اوروبا كلها هو ريال مدريد ومنشستر سيتي خصوصا في دوري ابطال اوروبا مشستر سيتي ما تغلبش على مباراة وريال مدريد هو ملك دوري ابطال اوروبا ولكن هي مباراة كانت فنية وتكتيكية عالية جدا 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 من اتنين مدربين اقوى جدا انشلوتي يوم ورا يوم انا بيثبت ان وازا انا مع الناس بتانتقد انشلوتي ممكن يكون في الدوري مش كويس ولكن انشلوتي في المبارات الكبيرة حاسم بشكل منقطع النظير هو كان عارف كويس جدا انشلوتي النهاردة ان هو مش هيقدر يجاري سيتي شفنا اول مرة ريما ديد في البرنابو ان هو بيلعب لوب لوك بيلعب ضغط منخفض يا كريم قدام التمنتاشر مدية المساحات على منشستر سيتي بقوة كبيرة جدا جدا علشان خاطر هو عاوز يعتمد على المرتدات والتحولات لان ريال مدريد اكيد تعرف ان هو واحد من افضل اذا ما كانش افضل فريق في العالم بيعمل المرتدات والتحولات في اقصر وقت وفي اقل عدد لمسات وفي اقصر يعني وبيخلق المساحة حتى لو عدد لعيبة كان قليل فانشلوت يا كريم دفع وكان بيعتمد على التحولات الهجومية علشان عنده معلمين نص ملعب سواء مدريدش او سواء كروس وكروس عاوز وقف عنده النهاردة النهاردة كروس كان بيلعب خط وسط مدفع رقم 6 كان بيلعب وداما 18 عطول كان مميل معهم النهاردة كروس اكتر قطع للكرات في المباراة وده شيء غريب جدا ان كروس ان هو يقدر يطع كل الكرات دي بالمناسبة معلش المقاطعة كما فينجا عمل مباراة كبيرة جدا النهاردة بس عملها كبيرة جدا النهاردة عشان توني كروس كان قليب منه في كل الكرات تقريبا ده حقيق وكان شفنا ان انشلوت كان عامل معروف ان جوارديولا طريقة جديدة بيلعب بيها 3-2-4-1 هو دايما بيخلي الاتنين اجنحة بتاعته سواء برناردو سيفا وجريليش مسكين الخط فهو اما طلع الاتنين باكات سواء كربخال او سواء كما فينجا يقابلهم حتى لو نزلوا يستلموا من عند خط نص الملعب كان بينزلوا الاتنين ياخدوا معهم الكرة وكان بيبقى فيه مساحة كبيرة ما بين الاتنين مسكين عشان هما كانوا ملتزمين بهالند وما بين الاتنين باكات فمنشستر سيتي الشوت الاولاني لما كان الملعب بيديق شوية كان بيبقى فيه مشكلة لان جندجان او ستونز الاتنين بيطلبوا الكرة ما بيروحوش دايما في انصف المساحات فدي كانت مشكلة كان دي بروين بس اللي هو بيحاول يروح يميلين من الشمال ولكن يا كريم تحول ريال مدريد والطريقة اللي هو بيلعب بيها والاسلوب اللي هو بيلعب بيه مفيش فرقة مهما كانت قوية ومنشستر سيتي في اقوى نسخة لها ممكن تأمن لريال مدريد ريال مدريد من اول مبارا جاله ثلاث كور فيه كورة معنا في الديئة الثلاثة عاوزوا ريالك يا كريم على طول ريال مدريد الضغط في الحتة الشمال اللي فيها كما فنغر هنا بص يا كريم هنا الكرة تقطعت يا حلوة حلوة كورة はい الدقيقة الثلاثة بص겠어요 هنا الكرة تقطعت من فينيسس جونيور هيسلم على طول الباص للتوني كروس توني كروس هذه اللمسة التانية على طول روديجر روديجر اللمسة التالية الصورة اللي بعدها هيلعب لكريم بنزيمة الصورة اللي بعدها كريم بنزيمة من وانتوتش بيطلع فينيسس جونيور شوف يا كريم شوف كام لعيب من منشستر سيتي ضغط على لعيبة ريال مدريد في حتة صغيرة عند الخط وما فيش مساحة انهم يطلعوا ولكن تميز الكبير قوي عند لعيبة ومهارة لعيبة ريال مدريد فينيسي جيرو راح نكمل بالكرة عاوز بص كريم بنزيمة وشوف الزحمة اللي هو فيها وبص يا كريم هو يخلق مساحة نفسه ازاي نشوف الفريم اللي بعده بص يا كريم هنا الرجل طبعا امرأة سوكر وقف كريم بنزيمة هيروح في نص المساحة الفاضية نشوف الكرة وبيكن بلعبها فينيسي جيرو الكرة اللي بعدها ولكن كريم بنزيمة الكرة بتقع منه وما بيستلماش ولكن دي كان التحول من احدى تحولات منشستر سيتي في الشوت الاولاني نفس الكرة دي هي الكرة بتاعة الهدف اللي جيه ريال مدريد ولكن عاوز اقف عند هدف ريال مدريد مبارح انشلوتي في التصريح الصحفي بتاع المباراة كان بيكلم بيقول كمافينجا بيلعب كدور ظهير ايصر لما ريال مدريد ما بيبقاش معها الكرة واول ما ريال مدريد بياخد الكرة بيتحول الى خط وسط مدافع تعالى بقى نشوف الجون وحلاوة الجون والطلوع بالكرة بالضغط الكبير اللي كان معمول نشوف الجون بتاع ريال مدريد الحالة اللي بعدها اينا نفس الكلام برضو روديجر مع كمافينجا بص مودريش فين مودريش بقيت خالص 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 هيلعب الباص نشوف الصورة اللي بعدها لقى بالباص لكمافينجا بص بقى على مودريش جيه هينزل يستلم الكرة منه كامافينجا أمواخد الخط ولقب برضو يا كريم ولمسة 2-3 نفس الكرة ويترك في الديئة الثالثة يكمل كامافينجا بالكرة نشوف يا كريم بص بيه أنا عاوز أقول لك ولكر دايما ولقب مباراة هيلة على فكرة بالمناسبة على فينيسي جونيور كان دايما ماسك الخط مع فينيسي جونيور ولكن أول ما كامافينجا لو دخل خط أو دخل جوه الملعب ممكن تلاقي فينيسي جونيور يطلع بره يدخل جوه ولكن هنا كامافينجا لما طلع على بره شتت انتباه وولكر فاتخلقت المساحة اللي في النص اللي هتيجي عند الزوم 14 دلوقتي نكمل بالكرة فاستلم فينيسيوس بص وولكر اللي كان مع فينيسيوس بسبب ان كامافينجا جاي عليه شتت انتباه وفي دلوقتي مع كامافينجا فاتخلقت المساحة الكامافينجا قدام في الزوم 14 نشوف الصورة لبعدها عشان الراجل يقدر ان هو يصاوب براحته يا كريم ودي كانت نقطة من نقاط القوة الكبير قوي عند ريال مدريد وهو فريق يقدر يتحول تحت اي ضغط ممكن تتخيله ريال مدريد يا كريم اخر نقطة اقول لك عن ريال مدريد ريال مدريد لو عدى خط ضغطك الاول كرة جون يعني ريال مدريد لو انت بتعمل ضغط عكسي عليه الكرة قطعت منك وقدر ريال مدريد ان هو يعدي اول ضغط اول ضغط عالي اللي يمارسه عليك ريال مدريد راح بزيادة عددية في انفراضاته شوفت حداف ماتش ليفر بول فدي هي دي اخطط